اجمالاً إخواني الكرام أن هذه الوثيقة المسربة من المخابرات السورية تكشف بأن البوليزاريو أرسلت مقاتلين في 2012 للتدريب مع جيش بشار الأسد معناها من المحتمل جداً في ظل حديث سمعته شخصياً من ثوار سوريين على وجود ناس يتحدثوا بلكنة صحراوية ويشكوا فيهم بأنهم من الصحراء الجزائرية هكذا قالوا معناها أن كل المعطيات هذه توحي على أن البوليزاريو أرسلت مقاتلين لدربوا مع الجيش السوري في قتل الشعب السوري ثم يعودون من أجل القيام بمهام في المخرى هذا هو الواضح وهذا البين أمر آخر أن هناك علاقات مع إيران وهذه بيّنتها الزيارات اللي يمشأوا إلى حزب الله هل هذه الزيارات مراراً وتكراراً وعدة مرات التي أكدها القيادة في البوليزاريو وأكدتها أيضاً وثيقة المخابرات السورية فقط يروحوا باش يتلقوا معاهم باش يشربوا قهوة ويرجعوا أبداً ولكن أيضاً هذه السفريات جاء في إطار ما؟ ماذا؟ هذه السفريات جاءت في إطار تسهيلات قامت بها السفارة السورية في الجزائر وأيضاً ربما السفارة اللبنانية التي هي حزب الله عنده ثلاث سفارات في الجزائر عنده السفارة السورية، عنده السفارة اللبنانية وعنده أيضاً السفارة العراقية وهل المخابرات الجزائرية غائبة عن هذا الأمر؟ هي الواثيقة تتحدث بأن هناك اتفاقيات ثلاثية معناها أن التدريب هذا والمقاتلين هذا لأرسلتهم للبوليزاريو طبعا تحت موافقة من وزارة الدفاع الجزائرية يعني راهي جاية في إطار الدعم حقيقة كارثة هذه هذه الحركة التي تسمي نفسها حركة تحررية وأنها في تقرير مصيرها ترسل مقاتلين لنظام استبدادي اقتل شعبه ويقاتلوا مع ميليشيات إرهابية إيرانية في سون والسبب أن نظام الأسد يعترف بما تسمى الجمهورية العربية السورية وأنه يعترف بها ويدعمهم فرد الجميل له أنه ساعدوه في قتل شعب حقيقة أن هذه الوثيقة خطيرة والتصريحات هذه التي وردت على لسان قياد البوليزاريو أخطر بكثير وأن هذا الأمر يعطي قوة للاتهامات المغربية التي طالما رددتها حول علاقات مشبوهة ما بين جبهة البوليزاريو وإيران معناها أن إيران منذ فطرة وحزب الله حزب الله الذي عامل من أجل صناعة حزب الله المغاربي في المنطقة المغاربية وفي دول المغرب العربي وهذه تحدثت عنها من قبل في مقال نشرت في الشروق الجزائرية ونشرت وتكلمت عليه في وسائل الإعلام المختلفة ها هو الآن فشل في هذا المشروع ها هم الآن حابين يحولوا جبهة البوليزاريو هي حزب الله المغارب يعطولهم في السلاح يدربوا لهم في مقاتلين البوليزاريو ترسل مقاتلين إلى سوريا لا أستبعد الآن ممكن رهم أرسلوا مقاتلين آخرين للحوثي في اليمن وأيضا غراحوا إلى العراق مع الميليشيات وأيضا تدريبات في إيران وهناك معلومات تقول بأن هناك وفود سافرت من الجزائر إلى سوريا ومن سوريا تنتقل إلى إيران ومن دون أن يتم ختم جوازاتها هناك في إيران هذه معلومات حقيقة تحتاج إلى تحقيق كبير لأن بهذه الطريقة معناها أن البوليزاريو بإعاز جزائري ولغت في دماء السوريين وفي مرحلة كان كل العالم في ذلك الوقت ضد الإرهاب الذي يمارسه بشار الأسد وأنا كنت ضمن بعثة المراقبين ووفقت الكثير من الجرائم في هذه المسألة واستقلت أنا ذاك من البعثة احتجاجا على هذا الأمر وما زالت عندي وفائق أخرى من المخابرات السورية تتحدث عن علاقات أخرى مع الاستخبارات الجزائرية سنتحدث عنها في مدخلات في الفطرة القادمة بإذن الله ترجمة نانسي قنقر